مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخبارية المحلي والذي أقدمه لكم عبر أولي قناة إخبارية في الجزائر البداية ستكون بيشاني الأمني حيث تمكنت عناصر والشرطة القضائية لأمني ولاية بسكرة من تفكيك شبكة تختص في ترويج المخدرات وتستغل فتاة تبلغ من العمر 19 سنة لتمرير هذه السموم بربط صفائح المخدرات على جسم الفتاة وتمريرها عبر حواجز الأمن أصفرت العملية عن توقيف خمسة أشخاص وكذا الفتاة وحجز 3.5 كيلوغرام من المخدرات توفيت سيدتان بعض وضعهما لمولدهما بمصحة خاصة بعين مليلة بأم البواقي السيدتان تعرضتا للإهمال قبل وبعض وضعهما لمولدهما لتتعدد أسباب حسب تصريحات العائلتين التي قمنا بزيارتهما بين قرية السوالحية بعين مليلة ومشتد سيلة ببلدية سيجوس محمد فخر الدين ترىي ريصد لنا التالي هنا جاءنا خبر بلي طفل هذا هزيته ممرضة هزيته من دماغه سلقت طاحلها من بعد الفرملية خبرت المريضة قتلا بلي ولد كومت طفل دي بسرالها بسرالها إنشوك واللي صدمة واللي خشتي في غيبوبة واللي نجري والخص نحوش على الطبها طبها مكانش دينا هذا ما المستشفى ديناها ميتة ودوها هذا ما رقبوا لها المواشن وبعدين سنة وقالونا ما زال وهي ميتة المرأة يفرطوا فيها وكي صرت لها الشوك هذا طبها مكانش عينا نعيطوا مكانوا يعاجلوها ما بين السبعة سبعة ونصف حتى تقود المرأة تقود حتى لحد العشرة تعليل بها الحق نظم يتكان كثير فزع من كثير العياطات منها بهذه دوها خصنطينها حلاش يزم سبيطار يكون فيها إمكانيات يكون فيها دووات يكون فيها عنده كما قلون سيارة الإسعاف يكون فيهم كلش دوها لي في فورقو إنا لله وإنا إلهي رجعون إلى موضوع آخر الآن حيث خرج سكان منطقة دبيلا بولاية الوادي في حركة احتجاجية تنديدا بوضعية الطريق الوطني رقم 16 المؤدي لتونس خاصة في المنعرج بمدخل المدينة أين أو داليلة البارحة بعائلة بأكملها إضافة إلى الزوجة التي كانت حامل وإصابة شخصين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة عبدالعلي رحمة اليوم سكان بلدية دبيلا وقفين وقفة احتجاجية ما يطالبوا بلا عمل لا أي حاجة نطالبوا بأنه ازدواجية الطريق نطالبوا بسيد الوالي يخدمنا الطريق بالزواجية كل يوم نشوفوا في ضحايا في الطريق هذوين مسلوسة وعشرين كيلو من دبيلا الواد ثلاثة من العلاجات خطيرة عدنا أي واحد يمش يخرج يروح الواد في خطر البارح فقدنا عائلة كاملة الطريق هذا لو عادل ثلث سنين خرج المشروع التاع الناس اللي ركضت المشروع هي تتحاسب على الضحال تعاني طفلة مبروكة ذات خمسة أشهر من بلدية قمار بالوادي من التهابية الصحية وكذا التراكم مائية في الرأس حيث أصبحت حالة الطفلة تتطلب عملية جراحية استعجل يقول لإنقاذ حياتها من الموت التقرير لعبد العالي رحمة وأمينة بن دحمن مبروكة ذات الخمسة أشهر حالة صحية مستعصية تعيش بمدينة جمار بولاية الوادي أين تعاني من مرض التهاب الصحية في المخ مع تراكم مائي في الرأس نرى في حالة مبروكة بنتي ومنت خمسة أشهر أدهل ماء في رأسي النهار 9 أيام هنا نجري بها في طبة الوادي هنا ما لقيت حتى حالة نتوجه لأصحاب الخير يعاونوني ندير العملية لهذا الطفل ندير العملية لبنيتي الوالدة تناشد ذوي القلوب الرحيمة ووزير الصحة بالوقوف وإنقاذ ابنتها حيث وصل بها الأمر للتفكير ببيع المنزل الذي يأوي العائلة من أجل علاج مبروكة خلاص بش نبيع سكنتي اللي ضم سبعة من العائلة هذا حل الأخير ما لقيت حتى حل دعية الرب سبحانا صبرت ما عاش قد نصبر أكثر من الصبر ليني صبرت نطلب من كل محسنين أن يعاونوا البنت مبروكة وإن شاء الله نطلب من وزير الصحة وناس الخير عبر كامل تراب الوطني أنه يساعدوا الطفلة مسكينة معندها حتى ذنب فهل تجدوا دموع سالمة قلوب شعب أثبت في كل مرة على تضامنه لشفاء هذه البراءة نتمنى لها الشفاء العاجل إن شاء الله إلى موضوع آخر تعاني أغلب المساجد بولاية البيض من عدم اكتمالي البناء بسبب اعتمادها على صدقات وتبرعات المحسنين في ظل غياب يدعم لها ما حرم السكان من أداء شعائرها مدينية بالشكل المطلوب نور الدين الرحمن يفصل أكثر في هذا التقرير المساجد بيوت الرحمن جلها يشيد بولاية البيض عبر صدقات وتبرعات المحسنين ما جعلها غير مكتملة البناء وما سعب من أداء المواطنين لشعيرة الصلاة نطلب من السلوطات يعمروننا هذا البلاسة بيت ربي سبحانه مننا رانا نقضل البلاد وما هو بعيد علينا الحال كي الكبار كي لليهم معزاج كي لي ما يتوقوش الله قلب عليهم رانا نطالبوا هذا البلاسة بمدة ربع سنين هنا باهم نعمرها مسجد فاطمة الزهراء بمدينة البيض أكثر من تسع سنوات ولازال لم يكتمل بناؤها كعينة لباقي المساجد بولاية البيض ما كانش مسجد قريب لنا احنا كتفين بهذه 300 ماتر المربع اللي خدمناها رانا نصلوا في هالأوقات فيها نقص إمكانيات رك عارف مصلى موش كي ما مسجد ما كانش هم معاجهم ومعارحوا نصلوا في أماكن أخرى رك بقينا أربع مسجد كان واحد من جديد فاطمة الزهراء وثلاث مسجد ترميبات هذه عملية قدمة غلاف مالي 1.4 ملاير و500 أكبر غلاف فاطمة الزهراء اللي فيها 3 ملاير و400 اللي تبنى من جديد بالنسبة للمسجد أكثر من مئة مسجد غير مكتملة البناء تحصيها مديرية القطاع تكفلت مديرية البناء بولايات البيض بأحدها بعد إلحاح من المواطنين وبهذا نصل مشاهدين الكرام إلى ختم هذا الموعد الإخبارية المحلي عبر أول قناة إخبارية في الجزائر شكرا لكم على طيب المتابعة والإصغى في أمان اشتركوا في القناة